اشتركوا في القناة والذي تمثل مؤخرا في النتيجة المشرفة بوصول السيدة فوزية زينل لرئاسة مجلس النواب منوهتان سموها بالدعم المتواصل لصاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه والذي ينعكس بشكل مباشر على الارتقاء بمضمون مشاركة المرأة في الاسهام في ادارة الدولة وصنع القرى وأكدت صاحبة السمو الملكي حفظه الله بأن وصول المرأة البحرينية لرئاسة احد غرفتي السلطة التشريعية لهو محطة مضيئة في مسيرة الوطن المباركة من شأنها أن تسهما في تعزيز المكتسبات التي حققتها المرأة البحرينية في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى وهنأت سموها السيدة فوزية زينل بمناسبة حصولها مؤخرا على لقب أفضل إنجاز سياسي للمرأة العربية خلال عام 2018 الذي جاء تقديرا لإنجازات المرأة البحرينية وجهودها الواضحة في مجال المشاركة السياسية مشيرة سموها لأهمية ما تتولاه رئاسة مجلس النواب من مسؤوليات وطنية كبيرة معربة عن تمنياتها لعضاء وعضوات المجلس الموقر بالتوفيق والنجاح في أداء مهام عملهم لتحقيق المصلحة العامة للمواطنين وبما يتسق مع خطط الدولة وتوجهاتها القادمة بدورها أشادت معالي السيدة فوزية زينل رئيسة مجلس النواب المسيرة الديمقراطية في مملكة البحرين والتي جسدت الوجه الحضاري لشعب البحرين الأصيل وأسس لها المشروع الإصلاحي الديمقراطي لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى منوهة بالدور الكبير الذي ينهض به المجلس الأعلى للمرأة برئاسة كريمة لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة من أجل دعم مسيرة تقدم البرأة البحرينية وإدماجها في المسار العام للتنمية الوطنية ومشاركتها في الحياة العامة وهما أسهم بشكل واضح في وصولها إلى أعلى المناصب ليأتي ذلك مؤكدا على سلامة توجه مؤسسة المجلس بخططه وبرامجه ومبادراته النوعية الهادفة إلى أبراز الكفاءة التي تتمتع بها المرأة البحرينية ولتعزيز وعي وثقة المجتمع البحريني بقدراتها على تمثيله والدفاع عن مصالحه ومكتسباته كما أشارت رئيسة مجلس النواب إلى أن المرحلة القادمة من عمل المجلس ستشهد أوجها جديدة من التشاور والتنسيق مع المجلس الأعلى للمرأة بالبناء على النجاحات التي تحققت ومعالجة أي تحديات للحفاظ على التطور التشريعي والقانوني الداعم للمرأة والأسرة البحرينية والتأكد من حسن تطبيق القوانين ومراقبة تنفيذها والاستخدام الأمثل للأدوات التشريعية والرقابية لضمان إدماج احتياجات المرأة في برامج عمل الدولة بهدف استدامة إسهاماتها في الاقتصاد الوطني ترجمة نانسي قنقر